السلام عليكم إزايكم يا رجالة بعد ما تم الكشف عن لعبة Call of Duty Black Ops 6 فيه اللي فرح وفيه اللي زعل طبعا كل واحد حر برأيه سواء لعبها أو ما يلعبهاش هو حر وأنا هنا مش عشان أفرض رأيه على حد فكل واحد يعمل اللي رايحه لكن تعالوا نتكلم بصراحة Black Ops 6 بتتناول فترة من أصعب الفترات على العرب اللعبة بتتناول أو بتتكلم عن فترة انتهاء حرب الخليج التانية ودي حرب راح منها آلاف من مواطنين الأبرياء راح منها آلاف من جيش العراق والكويت أنا هنا كلاعب مش هبقى مستمتع بلاعبة بتتكلم عن مقتى المسلمين وعرب فاحنا لازم نحترم مشاعر الناس اللي اتضرت واتقذت بالحرب دي احنا عندنا تات فترات كانوا صعبين وما يتنسوش فترة غزق العراق للكويت فترة حرب أمريكا ودول التحالف على العراق عشان يخرجوا من الكويت وثم فترة غزق أمريكا للعراق في 2003 ودي كانت نهاية العراق والفترات دول كانوا عبارة عن مجازر وطبعا مين دفع التمن هم الضحايا المدنيين اللي ملهمش أي علاقة بالسياسة شعوب طيبة فجأة لو نفسهم بيتقتلوا فاحنا بدل ما يترحم على شهران المسلمين لكن لما نلعب اللعبة دي فاحنا كده بنجرح الشعب بنفكرهم بأيام صعبة بنجرح أهالي الناس اللي اتقتلوا يعني أمريكا كانوا بيجربوا أسلحة على الشعب العراقي أسلحة ممنوعة زي اليوناريوم والفسفور واكد البعض يفتكر أو سيمة عن أحداث معركة الفلوجة لما الشعب العراقي دافع على المدينة بشراسة فأمريكا قصفتها لأن الشعب الأمريكي اتهزم هزيمة صحقة في الحل اكسفوها بليوناريوم فتجريمة في حال إنسانية وطبعا حقوق الإنسان كانوا نايمين فشيء مؤسف إن نخوض ونلعب أحداث بشعة أو مؤلمة زي دي حتى لو اللعبة مش هتكلم على جزئية دي بس ده لأنهم مش عايزين يطلعوا الجيش إنه مجرم والمؤدمة واضح إنها طابلت ذلك الفيديو ده برعاية محلات جيمس ليجبت لبيع أي شيء خاصة للععاب في مصر وفي الإمارات الموضوع يا جماعة خطير بجد وأرجوك ما تقولش إنها مجرد لعبة لا إطلاقا هي مش مجرد لعبة لأنها حرب واقعية لو كانت حرب خيالية كنت ممكن أتفق معاك بس لا اللعبة مبنية على أحداث واقعية فتعالوا نتكلم على التناقش ليه ما ينفعش نطبل اللعبة دي فتفرج للآخر في كلام مهم وفعلين يا جماعة محدش هيقولك الكلام ده أبدا ولو أنت جديد على القناة وحبيت المحتوى لبقدمه فتمنى تعمل لايك الشراك فعل جرس التنبيهات ويلا بينا في البداية خليني بس أوضح بعض الحقائق للناس اللي مش مذاكره تاريخ ومن هنا هتعرف لي أنا معطرد على اللعبة دي وفعليا أنا متأكد أني قليل إلي عرف الكلام ده انظر يا سيدي لعت بلاك أوب سيكس أحدثها في 91 بعد انتاء حرب الخليج الثانية وده كانت حرب بين العراق والكويت لكن الحرب دي كانت حرب صعبة حرب محدش افتخر فيها حرب كانت السبب في ضعاف الشرق الأوسط والحرب دي راح فيها آلاف من المواطنين الأبرياء من الطرفين وبردو راح منها عدد مرعب وآلاف من جنود الجيش العراقي وثم راح منها عدد آخر من الجيش الكويتي كانت فترة مؤلمة فعلا ولما الحرب انتهت نتيجة أن أمريكا قصفت العراق جواسيل الضغط لانسحاب العراق والخروج من الكويت وخلاص جيش العراقي راجع بلده منسحب ومستسلم ورافع الرايا البيضة وفيه أمر بمنع إطلاق النار لكن الجيش الأمريكا طلع عليهم بالطيران وقصف الجيش كله وتل جنود على مدنيين وأكثر من 70 ألف شخص اتقتل في الحادثة دي والطريقة تسمى بطريق الموت فكانت إبادة حاجة باللي منشوفها في الأفلام حاجة منتصدقش لكن مع الأسف دي حقيقة واقع وخلي بالك إن الجيش أمريكي بنفسه وجورج بوش الأب كان مد أمر بمنع إطلاق النار كان أيل صدام حسين إن خلاص مش هنحارب لكن أمريكا لقيتها فرصة بحيث إن مفيش فرصة أحسن من دي عشان يقتلوا ويضعفوا الجيش والبلد يا ابني ده الجيش العراقي في الوقت ده كان ترتيبه الرابع للعالم كأكوة جيش عربي موجود فأمريكا شافوا إن أحسن فرصة إن نقلص من الجيش المرعب ده اللي مسبب لنا مصيبة ورعب فنجمعه في مكان واحد ونغصفه وكده هنضعف البلد ومع فرض العقوبات فنقدر نغزق العراق لإن خلاص حامل البلد تفكك وفعلا بعدها بكم سنة أثناء حكم جورج بوش الإبن اللي اتضرب بالسرمة ولو نسين فأمريكا غزت العراق وناهبت سروتها وطبعا دخلوها وقصفوا المدن وقتلوا الأبرياء وكانت نهاية الدولة من أعراق الدول فبغداد اللي كان في وقت ما هي منبع العلم والحضارة بلاد الأنبياء والصحابة فبقيت عبارة عن خرابة مجازر عبارة عن دم وحروب أهلية وطائفية فمن بعد الغزو الأمريكي العراق بتعيش أصعب الأيام ولحد دلوقتي وعلى فكرة بلاك أوب سيكس ستتناول أحداث الغزو الأمريكي في 2003 لأنه زي ما شفنا من الأعلان مشهد اقتحام أصل صدام وتدمير تمثاله الأحداث دي حصلت أثناء الغزو الأمريكي طبعا بعض الناس ممكن تعترض على كلامي وتقول انت مكبر موضوع علي يا عم دي مجرد لعبة عادي بص يا معلم احنا لازم نكون غيرين على العرب وعلى دماء المسلمين وخليني أسألك سؤال تخيل لو لعبة بتتكلم عن جند إسرائيلي بحارب في شعب فلسطين هل ده شي عادي بنسبالك؟ أو لا تخيل لعبة تانية بتلعب بجند إسرائيلي برضك وبتمود الجيش المصري في حرب النكسة في 67 فاللعبة دي إن وجدت وحد لعبها فعلا فكده أحد بنسيق للشهداء اللي تقتلوا في حرب النكسة بدل ما يترحم عليهم لأنهم دفعوا باستماتة عن بلدهم وضحوا بنفسهم عشان الأجيال اللي تيجي بعدها يعيشوا بكبرياء ورفعين رأسهم لكن لما تلعب لعبة بتتل فيها الجيش المصري فكده بنجرحهم لأنهم شهداء حمين الوطن إنت مين يا مطور يا زبال عشان تخيلين أموت في جيش بلدي؟ لدافع عن بلدي من الاحتلال الصهيوني والستشهد فأنا بدل ما أترحم عليه وأروح ألعب لعبة وأسيه له وأموته وهو اللي حميني طب إزاي؟ إزاي؟ فنفس الفكرة هنا بالضبط في بلاك أوب سيكس فما ينفعش يا جماعة لازم نكون غيرين على دماء الشهداء يتقتلوا سواء في حرب الخليج الثانية أو في غزو أمريكا على العراق لازم نوضح الحقائق اللي حصلت في الكويت والعراق أجيد في ناس بتلعبه بس ويقول لك يا عمر مالي أنا عايز ألعب وأطبست وخلاص وده طبعا منطق غلط لأنك بتأذي مشاعر غيرك بتأذي ناس عايزة تنسى الحرب بل حتى أنت كده بتجرح أهالي ناس تقتلوا في الحرب البشعة دي ادحوط نفسك مكان الشعب العراقي أو الكويتي تبعيش في أمان وفجأة تلاقي حد بيحتل بلدك بل كمان تبموت أهلك وقريبك وبيكصفهم فدي كارثة شيء صعب العراق شافت الويل طبعا أنا مهما أتكلم شعف أوصف معاناة الناس اللي عاشت الفترة دي تخيل أن سماء العراق كانت عبارة عن صواريخ أمريكية السماء كانت منورة أمريكا كانت بتضرب على الشحب العراقي مئات من الصواريخ في اليوم الواحد وده عشان يجبله صدام أنه يخرج من الكويت تخيل أنك مواطن بريق قاعد كده في ملكوت الله تلاقي الصواريخ نزل عليك شيء قاسي شيء مؤسف لمجرد التفكير فيه أنت بتترعب وتخاف فتخيل بقى الناس اللي عاشوه وشافوه معلش يعني نحنا لما بنسمع صوت طيورة عسكرية أسرع من الصوت فبنترعب من صوتها فتخيل بقى المأساء اللي عاشها شعوب العراق والكويت فشيء مستهل وألاف مدنيين استشهدوا والعراق أثناء الغازو الأمريكي كان بيتضرب من معظم بلدان العالم زي قوات من المملكة المتحدة بولندا أستراليا وأسبانيا كانت مجزرة معاركة الفلوجة والبصرة ومطار بغداد كلها معارك شرسة وراح فيها آلاف من الناس ده طبعا غير انتهاكات الحاصلة للشعب العراقي زي الناس اللي قبل عليها في سجون سرية وتعذبوا ده كان فيه تصريح رسمي من أحكام الجنائية قالوا للمملكة المتحدة انتكبت جرائم بحق المواطنين العراق زي اختصاب قتل وتعذيب وعفكرة كل المجازر دي بحق الشعب العراقي ومفيش حد تحاكم لأمريكا ولا قوات التحالف ففين غيرتنا على العرف فين غيرتنا على الشهداء وزي نسمح بوجود اللعبة دي فبعد كل المجازر دي لما تقدم اللعبة تتناولي الحقبة الكارثية دي فالمفروض أعمل لك ايه أسقف لك أحييك أطبل لك ولا هنتقد لقابتك وأستنكر وجودها بل حتى أعرف الناس انها تعرف الحقيقة حتى لو لقيت هجوم او اعتراض على كلامي مش مهم انا عامل قنادي دي عشان اقول فيها الحقيقة ودي حقيقة ما ينفعش انها تستخب وانا زي زي اي حد شاف المجازر دي على التلفزيون في بداية الألفينيات وفكرها كويس جدا وبرضو فاكر لما صدام حسين ضرب تسعة وداتين صاروخ سكوت أرض أرض نزلوا على أولاد العام في تل قبيب طبعا إسرائيل ما ردتش وقيت ربنا يسمحك لكن أمريكا ردت وقصف العراء أكتر وأكتر فالعراء اتبهت الحرفيا وده الفرق بين واحد قرأ عن الحرب دي وشافها وعاشها واحد تاني ما قراش عنها ولا يعرفها اللي قرأ عن الحرب لازم يكون ضد اللعبة واللي ماهتمش بالحرب ولا حتى تعرفها فتلاقي حبيب اللعبة ومتحمس ليها بس صدقني ده غلط بص احنا بنلعب عشان نستمتع باللعبة ونحس بالطرفيه بس ما فيش اي متعة وقت طرفيه انك تلعب لعبة وتعيش فترة مكروهة عند العالم العربي انت المفروض تحترم شهداء الوطن تحترم اهالي الناس اللي ستشهدوا بالحرب دي سواء كانوا عرائيين أو كويتيين ده ما فيش حقيقة ان الشعبين تأزوا من الحرب فالحرب سببت أضرار نفسية على الشعبين وبرضو ما ننساه الشعب الكويت عانى جدا فكرة انك تكون عايش في أمان وفجأة تلاقي وطنك الحبيب والوطن اللي عاشت فيه طفولتك وصناعت فيه ذكرياتك فالوطن ده بيتاخذ منك بيحتل حاجة صعبة وما تمنيهاش لأي باد عربية مسلمة بل حتى ما تفكر بنقطة ان باد مسلمة بيتم احتلالها من باد مسلمة اخرى دي بحد ذاتها مصيبة في حال اسلام والعرب لذلك احنا ما نفعش نالب المواجه على البادين دول كفاءة اللي حصل فيهم بل لاش منفكرهم او منجراحهم بالمأسال اللي حصلت فلازم نحترم اميات المسلمين نحترم دمهم من التهضر وما تجيش لعبة تشعل الفتنة من جديد وعلى فكرة عايز اقولك ان بلاك اوب سيكس شعلت الفتنة وزرعتها بين الشعبين وده اللي انا شفته من بعض الناس على تويتر وهو ان في بعض الناس تتمنى الزوال للعراق والكويت وده كرسة ان اللعبة تحرك فتنة بين الشعوب فتنة كانت منسية وفعلا من ساعة الكشف عن بلاك اوب سيكس صدام حسين طلع ترينت على تويتر مع انهم ميت من 2006 بس ده بسبب الفتنة اللعبة صنعتها انا مش من مؤيدين العراق ضد الكويت ومش من مؤيدين الكويت ضد العراق الشعبين عزازة حلقلوبنا وان اشوفهم بين شركة رهية لبعضهم بسبب اللعبة فدي للأسف فتنة وتسويق مجان للعبة بس فعالين يا جماعة انا مظلوم من فيش حد اعتراض على اللعبة دي يعني ازاي يجد عن تتسهلوا بحاجة زي دي الالعاب لما بتكتاس حد معين فلازم يتم الاعتراض عليها وطبعا من انساش ان اكديفجين كان ليهم تاريخ فلساء للمسلمين اول مرة كان في مودرن وارفير 3 في 2011 لما كان مكتوب حديث شريف واسم الجلالة ومحطوط في الحمام وبعدها في جزء فانجار في 2021 لما كان في ايات من القرآن وموجودة على الارض واكديفجين في المارتين اعتذروا وطبعا اعتذاركم مرفوض وعلى فكرة عايز اقولك ان من ساعة دساءة فانجارد ما عملتش اي فيديو لكولي في ديوتي ومظنش ان حامل لها برضو لان اللعبة اكتازت كل حدود وكل ما دا بتخليني اكرهها اكتر لكن سؤال هل بلاك اوب سيكس هتطلع على الجيش الامريكي انه سفاح هل هتطلعوا انه قتلوا سفك الدماء ولا هتطلعهم انهم جيش طيبين وانهم الضحايا الفعاليين بس فعاليا عندي سؤال محير ليه اكديفجين ما عملتش لعبة بتحارف فيها ولاد العم او ليه محدش بيستجرأ يعمل لعب عن ولاد العم دا اصلا لو مؤسات زي ستيم اكس بوكس و بلاي ستيشن وفقوا اللعب دي تنزل عندهم وبردو عايز افكركم بحدث اديمها شويتين كان في لعبة اسمها ليلى وزيال الحرب طورة واحد اسمه رشيد ابو عيدة لكن ابل السور رفضوا لنزلها عنده وده ليه؟ لانها عن ضيط فلسطين مع ان ما فياش اي شيء او اي اساة لولاد العم مجرد لعب عن بنت والموضوع عمل ضجة ساعتها وتطيع للصحافة وبالوفق على اللعب بس طلبوا بعض التغييرات فنفس السؤال ليه ما في الشاركات بتعمل الاعاد تتكلم فيها عن ولاد العم والمجازر اللي عملوها ليه كله عن العرب والمسلمين وبعدين انا مش فهم وما العرب دول فراخ كل اللي عاوز يعمل لعبة حربية يعملها في متين او منطقة عربية اي ابن كلب عايز يعمل فيلم ويحط فيه ارهاب فيخليهم عرب ومسلمين ليه يعني؟ وده على فكر الاجندات الاجندات مش شرط تكون في سوكوسيكو لا اطلاقا المشكلة ان احنا كشعب عربي للاسف مش من حالة بتضد رأينا مش بناخد اي خطوات قوية او اجراءات يعني مثلا انا شايفين بلد زي كويت بما اني لهم ستور فلازم يمنوع اللعب دي من عندهم وما حدش من محلات يجيبها لن اي بلد اوروبية اساوية او اي عفرة ازرق لما لعبة تكون فيها اساءل كانها فاللعب دي بتمنع من عندها ليه احنا ما عندناش المبدأ ده عموما يا معلم انت مش لازم تتفق في كلامي وانا مليش حكم على حد اي حد عايز يلعبها فيروح انا بس بوريك الحقيقة فلعبتها او ملعبتهاش ده مش هيسر علي في شيء انا جاي احكي تاريخ بوريك جزء من التاريخ اللي انت اكيد متعرفوش وانت حر يا برينز فيلي تعملو فحب بس ما رأيك في الكلام اللي قلتو هل شاف ان بلاك اوب سيكس مجرد لعبة ولا شاف انها بتحكي قصة لجرائم في حال انسانية ولو عجبك الفيديو فهتماني هتعمل لايك اشتراك فعل جرس التنبيهات بشركوا مع المشاهدة كان معكم وحمد واشوفكم على خير ان شاء الله